اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزرام وصلة العمل على تعزيز مسارات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وتنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السفير ألون أوشبيز مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية وأشار سموه خلال اللقاء إلى همية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز السلام العالمي كما جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية